من المقارر يعقد التحاد الأوروبي اليوم الاثنين قمة لدوله للدول العظام في العسمة البلجيكية بروكسل لمناقشة صبر حالث تركيا على التعاون في مجال كبح تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا وفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي بلغ عدد اللاجئين الذين دخلوا اليونان في فبراير الماضي بمعدل ألفين شخص يوميا وأخبر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين الذين لم يكشفوا عن أسمائهم وكالت رويترز في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على ضرورة تقليل عدد اللاجئين الذين يعبرون البلاد إلى اليونان إلى مستوى أقل من ألف شخص يوميا نحن نعتقد أن عدد اللاجئين الذين يعبرون عبر تركيا لا يزال مرتفعا لذلك نحن بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الفورية للسيطرة على هذا التدفق في الوقت الراهن يعتقد الاتحاد الأوروبي أن أفضل طريقة لكبح هذا الطوفان البشري من خلال إعادة الكثير من اللاجئين الذين وصلوا اليونان إلى تركيا بالإضافة إلى قضية المهاجرين سيتصدر جدول أعمال المجتمعين موضوعا آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو موضوع اتفاقية شينجين التي تعد إحدى الركائز الرئيسية في وثيقة الاتحاد الأوروبي وتفرض حاليا كل من السويد والنمسا والمجر ودول البلقان قيودا شاملة على حدودها بينما ذهبت دول أخرى إلى حد إغلاق حدودها تماما هذا هو الاختيار قاس للإتحاد وتدامن الأوروبي ولابد لنا أن نتخذ القيارا في عام 2016 ونحن غير قدلين على يتحمل التدفق لمزيد من الأجئين إلى أوروبا